ليست طقوسا مقدسة أو مزارا دينيا لتتزاحم الأياد حوله ملتمسة عطايا أو اجتماعا بانتظار وليمة ما بل هي نار أوقادها هؤلاء يستنجدون دفئها وحرارتها بعد أن جمعوا لها الحطب والأوراق التي تبقيها مشتعلة برد 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 أصاب برد هذه لحمة أوقات صعبة يقضيها نازح مخيم البيرين الذي يحوي أكثر من مئة أسرة حيث يشتكي الجميع من شدة البرد في هذا العراء المكشوف لموجات البرد والريح التي ضربت المخيمات هنا ممزقة الكثير منها وعصفت بأخرى من مكانها نحن عايشين باب الصحراء لا بيوت لا معنا لا بيوت معنا قراسي تبزقوا يحاول هؤلاء النازحون مقاومة هذا الشتاء الذي نزل بهم بإمكانات واستعدادات لا تتجاوز موارد الطبيعة المتاحة حولهم بتطويق مخيماتهم بهذه الطريقة التي من خلالها وبها يتجنبون قسوة الشتاء وسطوة سقيعه نعاني بشدة من البرد ولذلك رحنا قبنا كياس سيمين وعبينوه بالتراب وصلحنوه خيمة كي تقنحن من البدل لأن الطرابيل يسقعوه وتكون السقعة شديدة علينا غياب شبه ثام للمنظمات العاملة في إيواء النازحين وحمايتهم حيث لا مساعدات ولا أغطية تمنح الدفء لنازحي هذا المخيم الذين يناشدون الجهات الرسمية والمنظمات الالتفات إليهم وتوفير أبسط الاحتياجات التي يقاوبون بها ظروف المعيشة الصعبة معاناة كبيرة يعيشها هؤلاء النازحون في هذه المخيمات حيث يسرد الصقيع فصولها القاسية لمواطنين اتخذوا من هذا العراء سكنا لهم بعد أن ألقت بهم الحرب خارج منازلهم من دون أبسط مقومات العيش ومن غير أبسط وسائل الحماية التي تقيهم هذا الشتاء القارس مها علي قناة بلقيس تعيي